اشهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالانجازات والنتائج المشرفة التي يحققها ابناء البحرين في مختلف الالعاب والرياضات من خلال مشاركة المملكة في دورة الالعاب الاسيوية التاسعة عشرة المقامة في مدينة هانكشوز جمهورية الصين الشعبية معربا اياده الله عن فخره واعتزازه بشبابنا الرياضي وبما يتميزون به من روح العزيمة والاسرار والتحدي واعتلاء منصات التتويج بكل جدارة واستحقاق واعرب جلالة الملك المعظم عن تقديره لما تشهده البحرين من نهضة غير مسبوقة في القطاع الشبابي والرياضي بفضل من الله وبالجهود الدؤوبة لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية وإخلاص وتفاني كافة رياضي وشباب الوطن الذين لم يدخروا جهدا في سبيل إعلاء شأن المملكة في الميادين والمحافل الرياضية إنجازات متتالية حققتها مملكة البحرين ولا زالت على كافة الصعود كان آخرها ما حققته المملكة في منافسات النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الأسيوية التي تحتضنها مدينة هانجشو الصينية وسط مشاركة تاريخية من مملكة البحرين في هذه النسخة بأكبر وفد في تاريخ المشاركات البحرينية والذي ضم 232 رياضيا وفي هذه المشاركة حققت المملكة عشر ميداليات ذهبية وثلاث فضيات وخمس برونزيات حيث حصدت المملكة الميداليات الذهبية في كل من سباق عشرة ألاف متر للسيدات وسباق أربعمائة متر للسيدات وألف وخمسمائة متر للسيدات وثلاثة ألاف متر موانع للسيدات وأربعمائة متر حواجز للسيدات وسباق التتابع للسيدات أربعة في أربعمائة متر بالإضافة إلى ذهبية ماراثون السيدات وعلاوة على ذلك جاءت الميداليات الذهبية أيضا في سباق عشرة ألاف متر للرجال وخمسة ألاف متر للرجال وسباق التتابع المختلط أربعة في أربعمائة متر أما الميداليات الفضية فقد أضيفت لسباق أربعمائة متر للسيدات والمنتخب الوطني لكرة اليد ومنافسات الجوجيتسو لتأتي الميداليات الخمس البرونزية في سباق أربعمائة متر للرجال وسباق ألف وخمسمائة متر للسيدات ومائتي متر للسيدات وخمسة ألاف متر للرجال ومائة متر للسيدات بعزم لا يلين مملكة البحرين بشبابها تواصل إنجازاتها الرياضية التاريخية وسط تألق مستمر من الأحمر البحريني في مدينة هانكتشو الصينية محققا انتصاراته وكاتبا تاريخا متجددا في دورة الألعاب الآسيوية محققا محققا شكرا صلاة ! شكرا اشتركوا! жكرا